أعطر التحايا وأطيب المنى لكل متابعي قناة بضرة للزراعة والنباتات إكتار نباتات الزينة ومضاعفتها هاجز كل هوات الزراعة والنباتات المنزلية لذلك نركز كثيرا في قناتنا على موضوع الإكتار بنوعه الجنسي والخضري الجنسي طبعا عن طريق البضرة والخضري يعني عن طريق العقل والترقيد والتطعيم والخلافات شرحنا في فيديوهات سابقة طريقة التعقيل وطبقناها على عدة نباتات كالشوفليرا والورد الجوري والهيبسكوس والجهنمية وغيرها اليوم سنرى طريقة جد رائعة وهي الإكتار بالورقة وتدخل طبعا في خانة التعقيل الذي يشمل سواء الفرع أو الورقة سنركز أكثر على النباتات العصارية وطبعا يمكن إكتار نباتات أخرى بالورقة كنبات الفيكوس مثلا وذلك بقطع الورقة مع عمقها ونغرسها في التربة سنركز أصدقائي على النباتات العصارية والصبارية وسنشاهد نجاح إكتار نبات الصونسيفيرا أو جلد النمير وكذلك الكراسولة والكلانشوة ومتابعي القناة الأوفية شاهدوا معنا الجزء الأول وكيف أكثرنا النباتين ولقطات التي تشاهدون الآن من الجزء الأول الطريقة جد جد سهلة ما يعاب عليها أنها تتطلب فترة طويلة قد تمتد لعدة أشهر كي تنجح لكن مع ذلك فهي فعالة وفي نفس الوقت ممتعة بكل بساطة نقطع ورقة من أي نبات عصاري كيفما كان نترك الورقة تجي في المدة يوما يعني أصدقائي أن الورقة لا نزرعها مباشرة بعد قطعها من النبات بل نتركها يوما أو ثلاثة حتى تجف إذن وبعد مرور اليومان وجفاف الأوراق نضعها في تربة خفيفة ندخل فقط الثلث السفلي للورقة ونترك الثلثين فوق سطح التربة ثم نروي بالقليل من الماء فقط القليل بالنسبة لنبات جلد النمر شاهدنا كيف قطعنا النبات لعدة أجزاء ووضعنا كل جزء في وعاء صغير وكما شرحت في الفيديو فإن نباتا جديدا سيظهر أو سيخرج من هذا المكان وهاي أصدقائي النتيجة بعد مرور ثلاثة أشهر فعلا العقلة أو الورقة أنبتت خلافة جديدة صحيح أن الأمر تطلب كما ذكرنا ثلاثة أشهر لكن بصراحة الأمر يستحق التجربة كل الروابط وأقصد الأجزاء الأولى من إكثار الكراسولة وجلد النمر والكلانشوة ستجدونها أسفل هذا الفيديو نعود الآن لنبات الكراسولة وشاهد كيف أنبتت الورقة بحيث سنضعها في وعاء لتعطينا نباتا جديدا يحمل نفس مواصفات النبات الأم نفس الشيء ينطبق على صبار أدن الأرنب إذن أصدقائي لاحظتم أن الإكثار بالورقة عملية جميلة جدا ويمكنك القيام بها طوال السنة فقد تجنب عندما يكون الجو باردا جدا أو جد حار بعد زراعة الأوراق في التربة لا يجب أن نكثر من الري لأنه أصلا هذه النباتات عصارية يعني أنها تخزن الماء في أوراقها لذلك احرس على عدم الإكثار من الري تجنبا لتعفن الجذور تجنب أيضا وضعها في شمس مباشرة فقط ضعها في مكان داخل البيت تكون فيه الإضاءة قوية وصلنا أصدقائي لنهاية الفيديو أملنا ورجاؤنا أن تكونوا قد استفدتم والأهم أن تجربوا الطريقة وهذا هدفنا في قناة بدرة فإذا كنت تستفيد من فيديوهات ومحتوى القناة فلا تنسى أولا وضع زر الإعجاب وتانيا مشاركة الفيديو مع أصدقائك في وسائل التواصل الاجتماعي وترقبوا فيديوهات أجمل مستقبلا على قناتكم الزراعية بذرة ترجمة نانسي قنقر